هاي كيف كنت؟ تمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الدلو رح حاول احكي فيها عن الاحوال العامة سواء الاحوال العاطفية او العامة رح تحدث كذلك حتى عن العذاب ورح هذه القراءة انطبقة للبرج الشمسي قامري طالع وفي امكانك ان تكون قراءة عكسية اذا تكلمنا بالعلاقات العاطفية اوكي بداية يا برج الدلو عمشوف في خصامات وفي مشاكل عمشوف في بلوك في عدم الكلام بينك وبين هذا الانسان عمشوفك موجوع القلب يا برج الدلو عمشوفك كأنه تحسس بخسارة كتير كبيرة يعني تقريباً الطاقة كأنه تقريباً ما في كلام ما في كمينيكيشن ما في حاجة اوكي اه الطاقة كتير سلبية بهذا القراءة او ما في مشاكل انت وهذا الانسان عمشوفو لهذا الانسان ممكن شخصية من برج يعني برج النارية عمشوفو شخصية بتعرف توازن تعرف كيف تحبه وتشتغل باشي اخرى انسان ممكن حالياً عمشوفو مبتعد عنك اه وما عم يحكي ابداً يا برج الدلو عمشوفو كذلك هذا الانسان كانو عملك بلوك او ما عم يحكي من اصله وما عم يحاول انو يحكي اوكي عمشوفو لهذا الانسان كذلك عم يفكر فيك حتى لو انو مبتعد بيفكر فيك عم تجي ببالك الليلة قبل ما ينام عمشوفو عندو اهتمامات اكتر عملية وعمشوفو مبتعد وحاسس انو خسرك او خسر العلاقة بالنسبة للك عمشوفوك عم تمتزره او عم تراقبه عن كسب او من بعيد بس ما عم تبدي شي اوكي عم عم تراقبه لهذا الانسان ممكن هذه العلاقة اه علاقة كرمية علاقة سلة زي ما انو وانتو مع بعض او علاقة فيها درس لازم تتعلم درس من هذه العلاقة لانو دائما العلاقة الكرمية لازم تتعلم منها شيء اه تاخده بحقيتك كدرس عشان تعرف تتعامل باشي اخرى بالنسبة للك عمشوفك كتير كتير شايل بقلبك تجاه هذا الانسان بس ممكن عمشوفك اكتر تهتم لصحتك لجمالك اه ممكن بتقول الحياة ما وقفت على هذا الانسان ممكن تكون في علاقات جديدة وفي ناس اكتر تستحق ان تكون معي بس هذا الانسان عم يحس حياته او سعدته لا تكتمل بابتعادك عنه عمشوفو كأنه عنده اختيارات بين بينك وبين انسان اخر او عنده كذا شيء يشغله عن انك اوكي ممكن عنده مشاكل تتعلق اه بالعائلة كانوا عنده اولويات وعنده مشاقات او عنده عنده مسئوليات اكتر بالعائلة او عنده كذلك اطفال اوكي عم تشغله عنك عمشوفو لهذا الانسان كذلك ممكن يكون برج الحمل او برج الاسد عمشوفو ممكن يكون من برج العذراء الثور والجضي عمشوفو ممكن حتى يكون برج الاقرب هذا الانسان عمشوفو عم يكابر او عم يقوم مشاعره اتجاهك ما عم يوديها للك عم بيبين كأنه انسان حك ما حاسس اصلا بشي اتجاهك بس هذا الانسان يحمل مشاعر كتير قوية اما انت تريد فقط شيء واحد انتو ما عم تحكي معه وعمل بلوك وكل شيء بس بدك انه يرجع لحييتك لحتى يطلب السماح منك وبعدين انت ممكن اه تقلو بتعد عني او شيء المهم انه تاخد كرامتك او 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 كأنه تشبه غليلك يا برج الدلو على انه اوكي ا انا ارجع لحقي اوكي بالنسبة لبرج الدلو على فكرة عمشوف في مراقبة انتو عم تراقبوا لهذا الانسان في مراقبة في في ممكن تراقبوا على سوشيال ميديا عم تسأل عنه عن بعيد بس ما عم تحكي معه اوكي عمشوف على انه اه 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 بيقلك انه هاي دي العلاقة تتطلب ايمان كتير اوي تتطلب اشتغال عليك كتير اوي وايمان فيها لانه اه هادا الانسان شوية ممكن شخصية صعبة او شخصية متكبرة وشخصية غريبة ممكن حدا مزعجة جدا يحكي معك اليوم بكرة ما يحكي معك اه منو سعبت اوكي متل برج الدلوش برج ماذا من الابراج الفكسد او الابراج الثابتة ما بيغير كتير اه ممكن انت كذلك تتعامل مع برج الميزان عمشوف على انه اه اه ممكن مشاكلكن على انه انه هي اه دائما انت يا برج الدلو عمت عنده او عم بتعامله بالند اوكي انا انا كمان عندي شخصية وعندي افكاري وعندي كذا وعندي كذا هو ما بيحب هيك يعني بيحب انه يكون اه الناس عم تتبعه الناس عم تطيعه اه ما بيحب ان يكون بعلاقة اه والشخص الاخر بيحسوا قوي بيحسوا شخصية كمان عنده اه عنده اه عنده اه عنده شخصيته وشخصيته قوية وبارد وارد جدا هيدا اللي عم يحسوا اصلا بالعلاقة بالنسبة اه للعزيب عم شوف على انه متقلقين بهذا الشهر كتير بارزين جدا الناس عم تطلع فيهم وتقول واو اه عم شوف كذلك على انه محبوبين كتير من الناس عم شوفون يلجؤون الى الابتعاد عن كل الناس اللي حوالي هون عم شوفون يلتجؤون الى 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 السفر الروحاني اذا بدنا نقول يهاجروا او يعتزلوا الحياة يعتزلوا الناس عم شوفون كأنه عم ياخدوا رحلة بالعقل الباطني وعم يفكروا بكتير اشي بيفكروا بمستقبلهم بيفكروا بحياتهم بمنهاج حياتهم عم شوفون عم ياخدوا هذه الطريق بس عم شوفون هلأ يعيشون هايدي برج العزاء برج الدلو عم شوفون يعيشون نقل نوعية او تغيير جدري كانوا عم يمروا من نقل نوعية ورح هذه النقل نوعية رح تجلب لون سعادة ورح تجلب لون خير اوكي ممكن كذلك هذه النقلة النوعية ممكن تغير منهم كتير وتغير من حتى تتصرفاتهم مع العلاقات هايدي هذه الرحلة اللي انا بقول عنها الرحلة الروحانية اللي عم تعيشها يا برج الدلو لازم تخليك انسان ناجح اكتر بالعلاقات رح تاخده او تلاقي نقاط الضعف بحياتك ورح تكتشفها بالمستقبل ورح تحاول تتجنب كل شيء سلبي اوكي من نسبة للحيات العامة عم شوفك اكتر تهتم لتحقيق احلامك عم شوف حتى في اموال تأتيك من الجد ممكن حدا يعطيك اموال هايك يعني صدقات مش صدقات بس يعني زي بدنا نقول عيدية حتى لو ما في عيد عم شوف على انه كذلك في مرأة تترسد للك يا برج الدلو احذر منه ممكن هذي المرأة تتدخل بشيء من الشر لتعكل صفو بينك وبين شيء انسان اخر اكي عم شوف كذلك على انه في فتحة رزق هذا الرزق ممكن يأتيك من العائلة كما قلت او ارث ممكن كذلك عم شوف في حدا يتواصل معك ممكن يسيف لك اخبار هذي الاخبار تتعلق بعلاقة عاطفية هذي العلاقة العاطفية ممكن تكون هذي الاخبار غير سارة للك اوكي ممكن تخليك انت جدا حزين بس عم شوف على انه في رزق رح تأتي لبرج الدلو عم شوف في اشياء من الماضي تعود لحياة برج الدلو ممكن في مشاكل تخص او اذا كنت انت مقدم على على هجرة لبلد اخر ممكن تتأخر الامور اه ما عم شوفها يعني ما عم شوف اصلا اه الامور يعني ميسرة بس عم متان تتأخر الامور ممكن تحصل عليها بس متأخرة عم شوفك اكتر تهتم للمردود المادي والنجاح المادي عم تسعى لكسب رزق اه جديد بحيثك برج الدلو عم شوفك اكتر تهتم كذلك لابتعاد عن الناس الابتعاد عن كل الشي الذي يعكر صفه برج الدلو بس كما قلت احذر من المرأة هذي المرأة عم تتدخل لتحكير صفه حياتك هذي المرأة ممكن كذلك عم تجلب لك مشاكل تخص بالعلاقات وبالزواج اذا كنت متزوج ممكن تجلب لك مشاكل اه مع انسان او مع الاب اه تتدخل لكي اه ممكن حتى عندها صفة السرقة ممكن تسرق شيء او تخونك اكي عم شوف هذي المرأة ليست بالجيدة ممكن هي من الابراج النارية اه او الابراج الهوائية بالنسبة للي عم شوف انه طاقتك الحالية اه كتير عم تحس انه الطاقة جيدة او انت اه يعني في تفاهم متبادل مع الشريك انت عم تحس بأحاسيس جيدة مع هذا الانسان وكذلك هو عم يشعر بذات المشاعر عم شوف في تفاهم في ألفة اه في اخد عطا يعني يعني انت والشريك على وفاق بالوقت الحالي عم تشعره بطاقة ايجابية وطاقة كلها فرح اه من شعره كذلك هذا الانسان انه هو انسان كتير يشعر بمشاعر تجاعك حلوة طاقة حلوة بحبي كبير بحسك على انه انت خلص الانسان اللي عم يحبه الانسان اللي عم يرتاح معه عم شوف فيه كتير طاقة جميلة بالنسبة للكون انت والشريك ممكن وارد جدا انه هذه العلاقة صار لمدة طويلة انتوا مع بعض لانه عم شوفك انت بالضبط كانه شلت كتير عباء بهذه العلاقة وكأنه هذه العلاقة طريقة طول طريقة صار طويل جدا ما عم تشوف النهاية او اذا كنتوا بعلاقة جديدة يعني انت متلاهف انه يصير زواج يصير شيء فعلي يعني مللت انت من العلاقات اللي عم تنتهي بكل سرعة بدك علاقة دائمة ويكون يعني نتجتها بسرعة ما بدك انه تدخل بعلاقة تصير فيها سنة وسنتين وثلاث سنوات وبالاخير ما تنتج عنها شيء اوكي بالنسبة لك هذا الاساس مهم جدا اما هو عم شوفه عنده كتير امور ملخبة حياته عم شوف ممكن حياته العملية مش ميثرة ممكن كتير امور مش ميثرة بالنسبة له العمل ممكن يكون الطريق بحياته مظلم ما عم يشوف طريقه بالواضح عم يشوف فيش اشياء في كتير عثرات بحياته في كتير امور عم تعرقله بحياته ما عم تخليه اصلا يوصل للاشياء اللي بدوا ايها اوكي اه في كتير امور عم تعرقل علاقتكن مع انه في حب في جمال في عشق في كتير اشياء في احسيس جميلة عم تشعروا فيها بس في كتير من الامور عم تعرقل علاقتكن عم شوف على انه انت بدك توصل لنتيجة العلاقة بسرعة بدك توصل انه تكمل هذه العلاقة بيصير فيها زواج انه تصيروا مو مستخبيين يعني ما تصيروا بعلاقة تحب فقط بدك شيء يظهر للعلن في شيء يعني الناس كله بتعرفكن انه مع بعض اوكي اوكي عم شوف على انه عم شوف انه هذا الانسان الامر الذي يقرقوه بهذا الحياة هو العمل بالنسبة له العمل جدا مهم عشان تصير العلاقة فيها نجاح كتير كبير اوكي ما عم يشوف على انه ما فيه يعني هي تحمل اسري او عائلة اذا ما كان العمل بالنسبة له ميسر عم شوف الامر الذي يعقوه بالحياة هو العمل كتير عم شوفه عم يشتغل عم شوفه كتير عم يجتهد بس ممكن عندكم عراقيل تتعلق بهذا الامور عم شوف على انه كذلك هذا الانسان يشعر بمشاعر كتير جياشة اتجاهك يحبك هذا الانسان يريد ان يكمل حياته معك بس في كتير عراقيل تحول بينكم او بتخليكن ما عم تتطوروا بالعلاقة عم شوف كذلك على انه كما يظهر يعني في كتير من الاشياء عم تخليكن ما عم تتطوروا ليش بقى العراقيل الحياتي العامي يعني عم تخليكن ما تتطور اوكي بيقلك الوراق انه كل شي رح يأتي بوقته انت ممكن متسرع بالوقت الحالي بدك تحصل على نتائجي كتير سريعي بدك مثلا انه يعني يصير زواج انه الامور تتأثر بسرعة بس بيقلك انه الوقت هو يعني كل شي رح يأتي بوقته ما تقلق ابدا اوكي هون بيقلك انه هيدا الوقت لا تعطي مش لا تحصد لازم توقف مع هذا الانسان بالوقت الحالي لازم يعني تكون صبور جدا يعني ما تتوقع بالوقت الحالي انه يكون فيه ريزولت او فيه نتائج كتير كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر